بما يختلف عن كل مواقفه السابقة فيما يتعلق بفتح الباب للاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى تركيا عبر الحدود أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا موقفاً جديداً وضع الحد فيه لكل التكهنة تركيا لم تعد لديها القدرة والاستعابي على استعاب لاجئ واحد جديد على أراضيها بلادنا ليست معسكر اعتقال ولا هي نزل أو معبر لأي طرف وكل التصريحات التي تم الإدلاء بها بهذا الخصوص دون طلب تركيا باطلة وبحكم غير الموجودة ويختلف هذا الموقف تماماً عن مواقف الحزب في السنوات الماضية إذ كان قادته يؤكدون بأنه سيبقي على سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين الباحثين عن الأمن يرى مراقبون أن هذا الموقف الرسمي التركي الجديد يأخذ بالاعتبار بالدرجة الأولى الأوضاع في الداخل التركي وتفاعل المجتمع التركي مع هذا الملف فالمعارضة التركية باتت تحمل مسؤولية كل المشكلات الاقتصادية في البلاد للاجئين والأجانب المقيمين في تركيا بما يشمل البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار وصولاً حتى للمشكلات الأمنية التغير بالموقف الرسمي يرتبط باستقبال اللاجئين الأفغان ومن أسبابه الضغوط الداخلية كالانتقادات الحد من المعارضة أو الاحتقان داخل المجتمع التركي لكثرة المشكلات التي حدثت بالفترة الأخيرة مع المهاجرين بالإضافة لعدم الحصول على الدعم اللازم من الاتحاد الأوروبي الحزب الحاكم أعلن رسمياً أن أنقرة أعادت أكثر من 235 ألف مهاجر أفغاني لبلادهم بالفترات الماضية وهو مفاهيمه مراقبون أنه سعي رسمي لامتصاص الاحتقان الشعبي حول ملف اللاجئين والمهاجرين على مصبحات الغد إسطنبول ترجمة نانسي قنقر